اشتركوا في القناة التي نجدد فيها دعمنا للكلمة الحرة والمسؤولة واعتزازنا بإعلامنا الوطني بتاريخه العريق منذ ثلاثينيات القرن الماضي ودوره المحوري المعاصر كشريك أساس في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ونؤكد سعادتنا بمشاركة الأسرة الصحفية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو احتفالاتها بهذا اليوم العالمي تحت شعار عقول متبصرة في أوقات حرجة دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع ضمن إدراكنا المشترك لدور الصحافة الحرة المسؤولة والإعلام التعددي في بناء الوطن ونشر قيم السلام والعدالة وتدعيم الديمقراطية والتنمية المستدامة لقد كنا حريصين منذ انطلاق مشروعنا الإصلاحي بإجماع شعبي غير مسبوق على توفير الضمانات الدستورية والأجواء المناسبة لممارسة الصحفيين والإعلاميين حقوقهم في استقاء المعلومات وتداولها والتعبير عن آرائهم باستقلالية وحرية بلا قيود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية إيمانا بأن حرية الصحافة والإعلام هي قيمة حضارية وحق أساس من حقوق الإنسان في المعرفة وتداول المعلومات والتعبير عن الرأي ومثلت الصحافة الحرة على الدوام ركنا أساسيا في مجتمعنا الديمقراطي في ظل منظومة تشريعية وقضائية وحقوقية تكفل حرية أصدار الصحف والمطبوعات وتوزيعها واستقلاليتها وتحترم حقوق الملكية الفكرية وتصون حقوق الصحفيين وكرامتهم وتحفظ قيمتهم في المجتمع وتحفزهم على الإبداع وتنوير الرأي العام بلا قيود أو ترهيب ونعتز في هذا الصدد بأداء مؤسساتنا الحقوقية المستقلة وجمعيات المجتمع المدني لدورها غير المسبوق إقليميا في ضمان حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والثقافية بما فيها حرية التعبير عن الرأي مقدرين على وجه خاص الدور الفاعل لجمعية الصحفيين البحرينية في لمشم للأسرة الصحفية والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والأدبية وتأكيد تمسكهم برسالتهم السامية وفق الالتزام بالقانون وميثاق الشرف الصحفي وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة نجدد فخرنا واعتزازنا بما بلغته صحافتنا الوطنية ووسائل إعلامنا المستقلة من مستويات مهنية متقدمة وتطورات ملحوظة في أداء رسالتها وتنوع في برنامجها وتأثيرها عبر مشاركتها الفاعلة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد من خلال ممارسة حق النقد الموضوعي والبناء في إطار من الشفافية والتعددية والانفتاح الثقافي والفكري معربين عن بلغ تقديرنا لجهود وزارة الشؤون الأعلام ومنسوبيها كافة في تطوير قطاع الأعلام والاتصال بجميع قنواته وتأهيل الكواجر الوطنية واحتضان الكفاءات والمواهب الشابة والمبدعة من الجنسين وتنفيذ مشروعات فنية وتقنية متطورة وتحليث الإطار التشريعي والارتقاء بالإعلام المرئي والمسموع ودوره في تناول القضايا الوطنية بصدق وأمانة ومسؤولية والذود عن أمن الوطن واستقراره وتعميق ارتباطه بالمنظومة الخارجية والوطن العربي الكبير وبث قيم الوحدة والوسطية والتسامح المستمدة من تاريخنا الإنساني وحضارتنا الإسلامية وقيمنا العربية الأصيلة وتعزيزا لهذه الرسالة الإعلامية فقد وجهنا الوزارات والهيئات الحكومية إلى التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون الأعلام في نشر الحقائق والمعلومات وتحسين أوضاع الصحفيين والإعلاميين مهنيا واجتماعيا وفي هذا اليوم العالمي نؤكد مجددا أن احترامنا لحقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في حرية التعبير والنشر والطباعة والحصول على المعلومات وتداولها في بيئة إعلامية حرة ومستقلة هو نهج استراتيجي ثابت في المسيرة الديمقراطية والحضارية كما أن هذه الحقوق المكفولة تضع هذه المؤسسات وجميع أعضائها أمام واجباتها المهنية وارتزاماتهم الأخلاقية في حماية حقوق المجتمع وأمنه وسلامته وتماسكه وأدابه العامة بالكلمة الوطنية الصادقة وقيمه الدينية وثوابته الشرعية وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية ونحن على ثقة في وعيكم الوطني والقومي وإدراككم لأن وسائل الأعلام ليست مجرد أدوات لنشر الأخبار والمعلومات دون التحقق من دقتها ومصداقيتها وإنما هي مؤسسات ذات رسالة إنسانية جوهرية في ظل ما يوجه العالم ومنطقتنا العربية من تنامي موجات التطرف العنيف وشيوع الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية وبروز التنظيمات الإرهابية وتهديداتها الخطيرة لسلامة الدولة المدنية واستهدافها للأمن والسلم الإقليمي والدولي مؤكدين تقديرنا للكلمة الوطنية الصادقة والنزيهة واعتزازنا بالموقف أو بالوقفة الإعلامية المشرفة إزاء ما تعرضت له مملكة البحرين من حملة مغرضة تورطت فيها أطراف محسوبة لجهات خارجية لا تريد الخير والتقدم لهذا البلد من خلال مساعيها الباطلة والدعاءاتها المضللة وترويجها للشائعات والمعلومات المغلوطة داخليا وخارجيا بغرض الإساءة دون وجه حق إلى مكتسباتنا الإصلاحية ومحاولتها الفاشلة لعرقلة مسيرتنا الوطنية الديمقراطية والتنموية والمساس بما يعيشه أبناؤنا من حياة آمنة ومستقرة ومستوى معيشي كريم وتقدم إنساني وحضاري واقتصادي وإننا وإذ نفخر بسجل بلادنا المشرف على مر التاريخ في ترسيخ التعايش الديني والمذهبي واحترام التنوع العرقي والثقافي ومبادراتها الرائدة على الساحة الدولية في نشر ثقافة السلام وتعزيز التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان من خلال مسؤولياتنا التاريخية فإننا ندعو إلى شراكة إقليمية دولية فالرقي بأداب المهنة الإعلامية ومبادئها وأخلاقياتها في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وفي هذا الصدد نتطلع إلى أداء وسائل الإعلام بواجباتها في تعزيز روح الوحدة الوطنية داخل المجتمع ونشر القيم الإنسانية والتعاليم الدينية الداعية إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتبصير الشعوب من خاطر الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية أو الطائفية أو المحرضة على العنف والإرهاب ونعتقد أن هناك حاجة ما ستوني لاتخاذ التدابير الضرورية لضبط الانفلات الأمني والأخلاقي في الفضاء الإعلامي والإلكتروني من خلال التزام القنوات الفضائية الدولية ووسائل الأعلام المختلفة بالمواثيق الدولية عبر تحر الدقة والأمانة والموضوعية في عرض أخبارها وآرائها وشراكة الدولية في تعزيز الاستخدام الآمن والرشيد لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والابتعاد عن الإثارة والتجريح أو انتهاك الآداب العامة والتعاون الفعال في مكافحة الجرائم المعلوماتية بجميع أنواعها وختاما نؤكد أن نال على يقين بأن وسائل الأعلام الحرة والتعددية الملتزمة بقيم النزاهة والشفافية في رسالتها والموضعية والمصداقية في توجهاتها والحريص على وضع الولاء للوطن ومصلحته العليا والتسامح بين الجميع في مقدمة أولوياتها هي ركيزة أساسية لنا في النهوض بأوطاننا على طريق التقدم والرخاء وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 نحو إقامة مجتمعات عالمية آمنة ومستالمة ومزدهرة دعينا الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية وشعبها الوفي وحفظ أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة الإصلاح والنهضة الشاملة في مختلف المجالات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وتوثيق روابط الود والتسامح بين جميع الشعوب والحضارات الإنسانية حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ويسرنا أن نتقدم برسالة تحية وتقدير إلى جميع الصحفيين والإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تلك المناسبة الدولية الغالية التي نجدد فيها دعمنا للكلمة الحرة والمسؤولية واعتزازنا بإعلامنا الوطني بتاريخه العريق